أهلا بكم من جديد تستضيف مدينة جلاسكو الاسكتلندية مؤتمرا دوليا هاما تمتد أعماله لمدة أسبوعين ويلتقي فيه أكثر من عشرين من قادة العالم في قمة يعتبرها المراقبون والخبراء بمثابة الأمل الأخير من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تنظره بوقوع كارثة والشيكة وتنعقد مشاهدين هذه القمة في ظل أجواء من الاستياء بين نشطاء حماية البيئة بعد اتهامهم لدول صناعية كبرى بالتقاعص عن تقديم التزامات جديدة وطموح طبعا تساهم في تفادي الآثار الأكثر سوءا لتغير المناخ لمزيد من التفاصيل دعونا مشاهدين نرحب وإياكم مباشرة من ألمانيا ينضم إلينا الأستاذ لؤي المدهون خبير دي دابليو للشؤون الألمانية والأوروبية مرحبا بك سيدي بداية هناك تحذيرات من فشل هذه القمة وطبعا أكيد أول سؤال سيكون عن مدى واقعية هذه الادعاءات ومدى واقعية ما يقال مؤخرا بأن هذه القمة ستفشل نعم مساء الخير نعم أعتقد أن هذه القمة تمثل محطة هامة في إطار الجهود الدولية الساعية إلى السيطرة على التغيرات المناخية التي تهدد كيان البشرية منذ عقود وأعتقد أن هذه المخاوف لها نوع من التبرير النسبي إلا أن الاتفاق على تطوير اتفاقية باريس التاريخية التي توصلت إليها على قادة العالم 2015 من أجل حصر ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 1.% اتفاق على تطويرها والالتزام بهذا على أرض الواقع سيكون أصعب خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري خاصة في الاقتصاد الصيني وأيضا نوع من التقاعص في أوروبا وحكمة ترامب قبل أربعة سنوات التي تم إهمال فيها قضية البيئة أعتقد أن كل هذه الأسباب تؤدي إلى نوع من الاستياء والمخاوف من فشل قادة العالم في استغلال هذه القمة التي اعتبرها البعض فعلا فرصة أخيرة وحلقة هامة في جهود السعية طبعا أمام قادة العالم لتعديل وتصحيح ما يحدث في الأويناء الأخيرة وكذلك 19 دولة أستاذ لؤي في هذه القمة التعاهد بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية كذلك من جهة أخرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال أنها لحظة اختبار مصداقية العالم نعم طبعا هذا التوصيف صحيح ولحظة اختبار مصداقية قادة العالم في الالتزام بتعاهداتهم والالتزام الأكبر كما قلت كان في قمة باريس قبل خمسة سنوات والآن الالتزام في كيفية تطبيق هذا هو تحقيق الهدف الأساسي وهو حصر أو منع ارتفاع ذلك الحرارة إلى أكثر من واحد فاصلة بالماء وهذا الأمر وفق التقعات الأخيرة التي تحدث عنها خبراء البيئة التابعية للأول المتحدة يقولون أننا سنصل إلى هذه النسبة بخلول عشر سنوات وليس بحلول 2030 بمعنى أن الخطر أصبح كبيرا والكثير من الدول ومنها دول قمة العشرين قامت بتقديم تعاهدات قبل سنوات لكنها لم تلتزم لها التعاهد الأكبر كان مساعدة الدول النامية على سبيل المثال أو تقديم أو تقليل الاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفور على استهلاك الفحم وهو هذا التحدي الكبير الذي أخفقت في هذه الدول لذلك المهم الآن تطوير إجراءات واقعية تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف وهو الالتزام بعدم ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أكثر من 1.0% قبل عام 2030 لأن هذا إذا لم يتم تحقيق هذا الهدف فمن الصعب الآن نوصول إلى هداف أخرى في عام 2040 و50 و60 يعني التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري هو المفتاح لحل هذه الأزمة طيب دعنا نمر إلى زاوية أخرى أستاذ لؤي ماذا عن غياب زعيمي الصين وروسيا؟ ما هي دلالة أو دلالة غياب الزعيمين؟ الدلالة العامة تقول إلى أنها أسباب روتوكولية وأسباب لها علاقة بظاهرة كورونا لكن أعتقد أن الصين هي الدولة الأهم هي المربط الفرس في هذه القضية لأن الصين تستهلك نصف كمية الفحم الموجود في السوق العالمي الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي مسؤولة عن 50% من انبعاثات الوقود التي تتسبب بظاهرة الاحتباس الحراري كذلك في هذه القمة التعاود كان بين أكثر البلدان الذين يسجلوا أكثر عدد أو تسجل أكثر انبعاثات كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذلك الصين والصين لم تشارك في هذه القمة طبعا يمكن اعتبار هذا جيء من النوع من المواجهة فيما يتعلق بالحلف الغربي الذي يحاول الآن كبح جماح صعود الصين ومواجهاتها طبعا هذا هو البهد السياسي لكن إذا تحدثنا عن قمة العشرين أو عن لب المشكلة لب المشكلة أن الدول التي نسميها دول الشمال ومنها الصين الدول المتقدمة هي المسؤولة عن إنتاج أكثر من 90% من انبعاثات الغازات الأحفورية المسببة لظارة الاحتباس الحراري بقية الدول النامية هي الدول التي تصبح الضحية لذلك لذلك نحن أمام أزمة نوع من التوازن لذلك الدول المتقدمة ودول قمة العشرين خاصة يجب أن تلتزم بتعاهداتها ليس فقط بتقليل استخدامها واستهلاكها من الوقود الأحفوري ولكن أيضا بتقديم مساعدات واقعية أستاذ لؤي المدهون الوقت داهمنا للأسف شكرا لك على كل هذه المعلومات والمداخلة مباشرة كنت معنا من ألمانيا أستاذ لؤي المدهون خبيلتي دابليو لشؤون الأوروبية والألمانية شكرا لك شكرا لك